بدعوة من رمي موريتي رئيس الهيئة العليا للسامع البصري والاتصال بالبنين والأمين العام لشبكة الهيئات الافريقية لتقنين الاتصال أجرت لطيفة أخرباش رئيسة الهيئة العليا للاتصال سامع البصري ورئيسة الشبكة الافريقية زيارة عمل إلى مقر الشبكة بكوتونو بدولة البنين تحت هذه الزيارة التي تعد الهم الأولى للطيفة أخرباش بالقرة صفتها الرئيسة الجديدة للمنصة القرية لتقنين الأعلام عقد سلسلة من لقاءات التشاور والتنسيق ذات صلة بحكامة الشبكة والمواعيد المقبلة لأجندة هذه المنظمة القرية التي تجمع هيئات أعضاء ينتمون إلى 37 بلداً إفريقياً ناطقاً بالإجليزية والفرنسية والعربية والبرتغالية كما تبحثت رئيسة الهيئة العليا نقطة اتصال الشبكة ومسؤولة وحدة العلاقات الإفريقية والدولية بالمؤسسة مع نظيرها البنيني حول الأهداف ذات الأولوية لخارطة طريق الشبكة الفترة 2023-2024 جد الجوانب الموضوعاتية والتنظيمية المتعلقة بعقد الاجتماع المقبل للجنة التوجهية التي تعتبر إطاراً مؤسسياً أساسياً في التخطيط ومتابعة تنفيذ أنشطة الشبكة